في بداية الحلقة قلت لكم النهاردة صدقني عيد عيد اقتصادي يعني طيب وأظن إحنا لما نيجي لو كنا تابعنا كويس بقى الفيلم بتاع رمال من ذهب هنفهم هو الأخ يوسف ده قال كده ليه وأظن إنه الموضوع ما فيهوش مبالغة يعني انت خدت بلك مثلاً إحنا عندنا حجم احتياطات مؤكدة 15 مليار طن ولا خلص مليار متر مكعب كون من فيه 15 مليار في الموضوع كل ده هيتعمل عليه بروساسنج مجمع الصناعي ده يطلع 360 ألف طن سنوي بروساسنج نضيف فل يخش بعد كده بقى على الايه على الصناعة فأنت متصور لو إنه زي بالضبط كده ما قال الرئيس إحنا لو بنتكلم في إن احنا النهاردة ده مجمع واحد إحنا عندنا احتياطات خلينا نعمل اتنين وثلاثة واربا عشر مجمعات عندنا طول ربعمية كيلو متر تعالوا نحسبها واحدة واحدة المجمع الصناعي بتاعنا شغال على اتنين كيلو من أصل ربعمية كيلو متر يبدأوا من أبو إير إسكندرية وصولاً إلى رفع شمال سينة حلو الكلام؟ حلو الكلام اتنين كيلو متر من أصل ربعمية اتنين كيلو متر بيطلعوا لي تلتمائة وستين ألف طن جهزين للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة يبقى ربعمية على اتنين بكام؟ يعني تقدر تعملك يجي متين مصنع مثلاً؟ طيب خليني أبقى أقل تفاؤلاً ميت مصنع؟ طيب خليني أبقى أقل كتير لو أنت بتطلع عشر مصانع الرئيس كان واضح في الكلام قال يا جماعة قطاع الخاص يخش وكل اللي هيخش استثمارات 30 مليار جيني مصري 30 مليار بس أنا هنا بتكلم على المصنعين المستثمرين المصريين أنا لو من الناس اللي بتشتغل في الصناعة والبيزنس وبزنس مان وبتاع مش عارف إيه أفكر تفكير بمنتهى السرعة وبمنتهى البساطة لا جماعة دا إحنا نيجي بقى نقول إيه طب تعالوا يا جماعة إحنا مثلاً هنبقى مثلاً خمسة من كبار المستثمرين وهنعمل شركة مساهمة لتشغيل مصانع أو لإنشاء مصانع تعمل في مجال الرمال السوداء دا معنى إيه؟ معنى إن كل مساهم بخم هيحط إيه؟ يحط الستة مليار بتوعه صحي كده ما إحنا خمسة بقى؟ طب ستة مليار دي بالدولار تعمل كم؟ تعمل تلتمية مليون تقريباً صحي كده؟ تلتمية مليون جنيه أروز من الواحد طب إحنا الحمد لله والشكر لله ومشاء الله والله أكبر على رأي الله أرحمه يا رب سوهير البابلي تلتمية مليون دولار بس العائد الاقتصادي والمردود الربح بتاعها الأرو آي ضخم مرهب مرعب يعني ما شاء الله طيب وكمان هبقى بساهم بقى في تشغيل الناس فأنا هنا عندي مضدود غير مباشر كمان شغالي يعني بس تمام من عندي ملياردرات ما شاء الله تتشهد وناس كتير جداً منهم بالمناسبة محترمة وبتوع صناعة وعاوزين يصنعوا وعاوزين يشتغلوا لولا الملامة والإعلان لكت قلتلك دلوقتي خمس أساني الخمسة وجدين في مخي هنا وفي منهم واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة أدعي أن احنا أصدقاء أو على قدر كبير من المودة والمحبة والتفاهم إيه؟ طيب الرملة السودة يا عم يوسف مات وجهة إيه هي الرملة السودة أقول لك طب اسمع الرئيس هيقول لك إيه عن الرملة السودة علشان اللي هيقوله لك الرئيس وهنقعد نشرح بالمناسبة يعني إحنا هنشرح وهنفهم ومعانا دكتور محمد الألفي أستاذ زيوجيا الكبير والعظيم يعني عندنا حدود خلونا أقول نسمع بس الأول الرئيس قال إيه؟ وبعدين نروح لدكتور محمد الألفي أول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال في مصر فبالتالي أنتوا هتبقوا رواد لهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير ونتحرك ونفتتح مجمعات زي كده الدولة تفتتح إن شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة في النهاية بنشغل ناس في النهاية بنجيب عوايد بالعملة الحرة كويسة بنوفر فلوس إحنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده هنبقى إحنا بنطلعها من عندنا وبتتبع جوا السوق في مصر والمصحف حبيب الملايين ساعتها بدل ما هنستورد هنبقى وفرنا الفلوس وفرناه وحطناه في جبنا لا بقينا بنصنع هنا بنوطن صناعات ما كانتش موجودة عندنا اللي هو جمال محافظ زي كفر الشيخ قالك من ضمن الحاجات يا من ضمن الحاجات كده في النص قالك وصناعات السواريخ وصناعات متعلقة بالتكنولوجيا النووية حدوتة طب خلوني هنا بقى ناخد رأي أحد أبرز المتخصصين الكبار أهل العلم أهل العلم بالمعنى الحرفي